بعد نهاردة مع جمهور صدق بلد وارس الصوت الجميل ده من مين؟ احنا عندنا عائلتنا كلها طريبا بتغني بس مش بيمتهنوا الغناء يعني يعني اتعودت من هنا صغير كده ان انا اشوف امي بتغني في المطبخ مثلا ودي اه 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 جدي كان مقرء في الازاعة يعني يمكن عائلتي كلها محدش امتهن الموسيقى غيره اه 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 بس هو بنعمل بقى ان بقى الجيل في العيلة يبنت البداية درست يا سعد مزيكا؟ لا درستها مش بشكل اكاديمي درستها بشكل مستقل اكتر يمكن انا الحظ ساعدني انا في بداية مشواري كان انترنت واليوتيوب والحاجات دي كانت بدأت يبقى فيها معلومات اكتر استخدمت الحاجات دي وبعض الكتب فان انا اجيب العود وابدأ اعلم نفسي بنفسي واذاكر نظريات الموسيقية لكن بعيدا عن الشكل الاكاديمي اصلا التجارة التجارة؟ اه طب عرفت تعزف ازاي هل برضو ذاكرت زي سلف ليرتنين كده زي ما احنا زي ما انت كنت قطي بتقولي هل كله على الانترنت يعني عادت تتمرن نفسك؟ على فكرة دي حاجة صعبة دي حاجة صعبة عاوي يعني يمكن احد بيدرس له بيبقى اسهل هو انا بصراحة كمان ما انصحش اي حد دعمت ان هو يبدأ يعلم نفسه بنفسه بس هو عرف على فكرة لان بياخد وقت اطور حتى كمان في التعليم بس هو الاسرار يمكن هو المفتاح لكل الحاجات دي التمرين اكتر والمذاكرة على العود بتخلي الموضوع اسهل بقى لك قدي بتغني؟ حوالي اتناشر سنة تقريباً ان شاء الله اه حاسس امتى ابتديت تحس ان انت لأ انا الناس عارفاني انا الناس بيجري مخصوص انا اعداد ساعة يعني انا عارفة ما شاء الله انها بتبقى محجوزة من قبلها بكثير اه انا في الاول قعدت حوالي سنة او سنة ونص بعمل اعداد فور فري للناس حاولت ابدأ الموضوع مش من مش من انا عامل اغنية ثم ابدأ اعمل حفلة لان انا اعمل الاعداد على طول او الحفلة على طول ان انا احتكب الناس بشكل وده بطبيعة عملي فقلت احنا ممكن ان نعمل الموضوع بشكل مستمر لحد ما نوصل ان احنا خلاص عندنا الاعداد تبدأ الناس كلها تعرفها والحمد لله ان دايما الترشيحات بتيجي من الناس اللي حضروا وده كان بالنسبة لي اهم من الناس تشوف مثلا على الانترنت او كده وده يرشاقوا لبعضهم لا يعني هو الحلو ان الناس اللي بتحضر هي اللي بترشاقوا انا عايز ان نقو على حاجة على سر يعني انا اعرف ناس كتير بيحتروا بساعدوا كلهم بيدمنوا يعني اللي بيجي مرة بيمشوا وراه بقية الحفلات ساية الصوي كمان انت كان ديك حفلات فيها كثيرة وكانت بتبع حفلات مميزة الساية من الاماكن بتدي فرص لناس كتير اه اكيد طبعا الساية الصوي كمان عشان مكان فيه اكتر من المسرح وفي قلب القاهرة في الزمالك انا عملت هناك حوالي ثلاث او اربع حفلات المكان هناك طبعا بيقى مختلف شوية عن زي ما احنا هنا مثلا او في مكان تاني بحسن لكن المسرح هناك ابعد عن الناس شوية هنا يمكن احنا قريبين اكتر من الناس لكن يظل الحفلة لها مدهى ولها جواها لها اكيد نطمح ان احنا نكمل فيه ونعمله زي ما هو الفترة دي فقط بس متابعين اكتر في الاعداء مين معت الفريق؟ معايا بشوي على الاكورديون ومنصف على الرئ وعادل على القانون احمد الارتست طبلا وعرف على الدرامز وهبة على البيز مايكل على الكولة وبس كد يا رب مكنش ناسي حد جمعت التيم ده زي او الفريده زي؟ كل ما اصحابه كلوك اصحاب كنتوا في الجارة سوا؟ لا كل ما اصحاب انا كنت صاحب كل واحد فيهم لوحده في البداية وبدأنا نقنع يعني بدأت اشوف مين اكتر حد له كاركتر اكتر كمان من الفن ان هو يقدر يعد معايا يعني يقدر يتجاوب كمان لان الموضوع مش لي الواحدي فردي لكن انا معايا اصدقائي بـ